إذن هي الحلقة ما بين الحق والقوة أو الحق وصاحب القرار هل الأهل على حق ولا احنا مدعيين هل الأهل عنده منطق ولا غاو مشاكل هل الأهل فعلا عايز يكمل الموسم ولا عايز يبوزها هل الأهل مقتنع بما يفعل ولا عايز ينهي الموسم خلينا نحط كل المعطيات ديات النهاردة على الطاولة الكل لازم يكون متفق على ثلاث أربع نقاط أتمنى لو حد مختلف فيهم أو معانا فيهم من حضراتكو يقف عندها الأهل كفريق هو الوحيد اللي بقاله ثالث سنة مستكمل المشور الأفريقي ما وفقش صحيح لكنه انت بتلعب للمرة التالتة منه وآخر مرتين بتلعب فينال الوداد والترجي ثم المرة دي خرجت في دور قبل كده من صندونز إذن عندك استمرار في عدد من المباريات عدد أعتقد حضراتكو فاكرين نحنا كنا حسبناها الأهل ضمن أكثر فرق العالم مشاركة في المباريات الرسمية هذا الموسم في الوقت اللي انت كلعيب مصري مش متاح لي كل ما هو متاح للعيبة اللي برا اللي انت بتتفوق عليها رقميا في عدد المباريات لا في الصحة العامة ولا في حالة الملاعب ولا في التأهيل ولا في حاجات ولا في الطاقس ولا في حاجات كتيرة قوي ولا في أسليب الاستشفاء والتأهيل وغيره ولا في الفير بلاي ولا حتى في اللعب النظيفة ومع هذا انت مضغوط بقالك ثلاث سنين وده كلام لقول الأمر لأنه الاستمرار في حرق لعيبة النادي الأهلي مش لصالح حد الاستمرار في استهلاك عضلات هؤلاء اللعبين مش في صالح حد الاستمرار في ظاهرة الإصابات اللي عملتها تساقط فريق يحصل له في السنة الواحدة أكتر من عشرين لعب يصاب دي مسألة مش سهلة غيرنا لما لعب تلات اربع مطشات مضغوطين حصلت عنده إصابات والناس رجعت تقول لا عنده حق وعنده إصابات وعنده إجهاد طيب الناس اللي بقالها تلات سنين لضم المواسم في بعض لضم المواسم في بعض الأهلي خلص البطولة الأفريقية اللي فاتت مطش الترج في شهر 11 دخل على طول بعديها بأيام في البطولة الجديدة اللي عشان الأجندة الأفريقية وتغيير المواسم وتقال يا جماعة نستحمل بعض عشان الموسم ده استثنائي العبارة أو الجملة أو الكلمة المملة جدا اللي واخدينها شمعها لكل حاجة يا سيد السنة دي استثنائية انت لقى عاستخل السنة الجاية واللي بعدها استثنائية كمان من إمتى بيقاس على الغلط لما تسمع الكلمة يقول لك إيه هسرحنا اتفاقنا من الأول هو أنت عملت اللي اتفاقت علي يا سيد زبريم ونبي معلش واحظة واحد استثنائي وخدت قراراته احنا احترمناه احنا بنقول لك احترم قراراتك يا أخي احترم الجامل اللي طلبته واللي فيه تعهدات هو فيه ايه هو احنا هنمشي ننقش الموضوع كما لأن فيه شيء موضوعي ما فيه شيء موضوعي في الموضوع أستاذ برايين لما ييج واحد يقول لك اكتب لي تعهد ان انت لو أجلتلك هتلعب مضغوط فيقول لك بس أجل ليه وعلى فكرة ما كانش في الأدوار النهائية ده عشان اللي بيقول لك الأهلي وساندون انت لعبتين الاتحاد السكندري في ملعب موحي لكل نقر بعد ثلاث ايام من موقعه في زمالك والأهلي لعبه في ظروف غير أدمية حاجة يعني كل العالم كان بيتنظر عليها فخلصت على الأهلي قبل ما يروح ساندون هلعب ثلاثين مع الزمالك والعب اتنين مع الاتحاد وسافر يوم ثلاثة عشان نلعب يوم ستة في جنوب أفريق يعني ايه والعب يوم تسعة والعب تسعة ويجي يقول لك أصل الآن يعني في عشر تيام بلعب أربع موضوعات منهم سافرين يا رجل فيه ايه اللحظة اللي احنا فيها دي حتى انتظر حيجي ناس تبصوا وطلع على الورق ده تبصوا عليه وتقدموا للناس طوله اللي كان بيدير ده كان بيعمل كده ليه هو ليه شعورك مش كويس ناحية النادي الأهلي ايوه هو ليه انت مش طايق النادي الأهلي يحصلوا خير بقت باينة قوي هو انت لو كل الزمالك ما يجيله موقف تجري وتنقذه بنقول والله برافو عليك ده انت الاتحاد والأب بتاعك كل وانا ساعتها قلت ايه يا ريتك تبقى قبل الجميع روحت تدخلت عشان الاسماعيلي يا ريتك تبقى قبل الجميع بقىت الاهلي قدام الترج مرات قبل الجميع اه انت ده بقى مش ابنك اه ده ابن جوزك اه ولا ابن المهم مش ابنك اللي اللي من صلبك النادي القلي يعني يا اخي بوصلة من المصلحة العامة زي ما انت النهاردة كده بتقول مصر كت محتاجة بطولة قبل البطولة الافريقية فعلا طب مهماسك هت محتاجة تروح كاس العالم قبل النادي القلي لو وجد التحكيم العادل اللي لقى الزمالك خلاص التحكيم الفير اللي لقى الزمالك كان زمانه عنده بطولتين صح ولا غلط النهاردة فضحوا بعض الوداد بيلاسن على الترجي والترجي بيلاسن على الوداد كل واحد فيهم قال لك انت خدتوا من الاهل الزلم والتاني قال لك انت خدتوا من الاهل الزلم الحاكم اهداك اللقب على حساب الاهل وهو ده حقيقي ده مش الحاكم الحاكم والادارة وكل المعنين بالامر يعني غير معقول غير معقول يعني امر فيه سباق محموم لإثبات من يكره الاهل اكثر من يكره الاهل اكثر اكثر مين يعني وقابدوا ان هناك مكفاءات مقابل هذه الكراهة اه هو التاريخ مش هيكتب قصد الوقت حتى لما مش هيكتب ده فيه ملايين بتكتب اما بقت كل حاجة متوساقة مفيش حاجة هتتدفن واحنا لما استغسنا بالمهانس هنا بريدة استغسنا بيه لانه يستطيع عارف لو دي قدراته وانه ما يقدرش كلنا مش هنطلب منه حاجة ربنا قدره على لكن لا انت وقت ما بتحب بترفع ايقافات بترفع ايقافات بتسدد الغرامات على الناس تدفع من فلوسك اما الفلوس الاندية التانية اللي هي احنا ما هي الفلوس مختلطة انت دفعت من فلوس الاتحاد اللي هو فلوسنا كلين عشان يا تاريخ التوم لا لا اولا ما احنا مش عارفين هاش يقولك حاجة مش هيقولك وبعدين هي ببيتها وقعوا حتى لو ما دفع حاش ايه يعني هو بس لما تتكسب وطلقنا قرص خدود بعض والدنيا تبقى حلوة قوي غير معقول اشتركوا في القناة